هذا السائل يقول أريد أن أسأل عن حكم أخذ الفتاة المالية بها دون علمه و هي لا تعمل و السبب أنه لا يعطيها مالا لكي تسد احتياجاتها الشخصية من ملابس و غيرها حتى المصروف يكون بسيطا و أحيانا لا يكفي لذلك فيتأخذ مالا ليس بالكثير إذا كانت كما ذكرت هذه السائلة فهي لا تأخذ إلا على قدر مصروفها و حاجتها و هو بخيل فيجوز لها أن تأخذ على القدر الذي تنفق فيه على نفسها من غير إسراف من غير ما تتعدى فيها على هذا المال و الدليل أن هند أدت للنبي عليه الصلاة و السلام فقالت يا رسول الله أن زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و يكفي عيالي فقال النبي عليه الصلاة و السلام خذي منه ما يكفيك و يكفي عيالك و يكفي عيالك فيجوز للزوجة خذي ما يكفيك و يكفي عيالك خذي أي يجوز للعيال أن يأخذوا من ما لأبيهم ما يكفيهم بالمعروف بالمعروف أي بالمتعارف عليه ولا يكون هناك إسراف في هذا الجانب وإنما يكون في غير إسراف الأخوة في الكنترول أخبرون من تها الوقت أشكركم على متابعتكم الكريمة إن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل وصلى الله وسلم على بينا محمد و الحمد لله رب العالمين